السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان واضف النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الواحي الشوفان للطاقة و هنعملها من غير بيت و من غير فرن و انا شكلتها بطريقتين شكلتها على شكل بسكوت كده مدورة و شكلتها كمان على شكل اصابع الجرانولا معي اول حاجة 3 معالق كبار من بزور الشياء او نص كباية من بزور الشياء مثل الكباية دي صغيرة يعني هي نص كباية و حطيت عليهم الطمر من 10 حبات ل 15 حبة من الطمر و معايا كمان 3 معالق كبار من الميا طحنتهم كده في الكبا او في الخلاط لحد لما يتكون لي عجينة زي ما احنا شايفين كده العجينة لازم تكون قوامها كده بعد كده هجيب طاصة و هحطها على النار و هنزل فيها من نص كباية من بزور دوار الشمس و كباية من الشفان السليم و هنقلبهم لحد ما يتحمصوا على النار هادية لازم يتحمصوا لحد لما شم الريحة بتاعتهم بس طبعا ايه على نار هادية عشان ما يتحرقوش بعد كده هنزلهم على الخليط اللي احنا عملناه اللي هو من الطمر وبزور الشيا والميا نقدر نستبدل الطمر بالزبيب و نقدر نستبدل بزور دوار الشمس باين هو مكسرات او من السوداني هنقلب بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده بالمعلقة زي ما احنا شايفين المكونات كلها سهلة و الطريقة بسيطة جدا لحد لما القوام يبقى بالشكل ده هجيب بقى اول حاجة طريقة التشكيل لو عايزة تشكليه على اشكال مدورة لو مش عندك قالب السيليكون اللي انا هشكل فيه ده ممكن على ورق زبدة وتجيبي اي الطعم دوارة عندك وتنزلي بالخليط كده وتضغطي كويس جدا حين مش هندخلها الفرن زي ما قلنا فلو مش عندك قالب السيليكون ده هتعملي على ورق زبدة بالطعم دوارة وهتنزلي بالخليط فيها كده وتضغطي عليه بعد كده هدخله الفريزر ربع ساعة او في التلاجة كذا ساعة لو مش مستعجل عليه فيه بقى حرقة اختيارة ممكن نعملها نحن نرش عليه سمسم كده بيديله طعم جميل وكمان بيزود القيمة الغذائية للبسكوت مفيد جدا ومشبع ومغزي زي ما قلتلكم ممكن نستبدل الطمر بالزبيب الزبيب الاصمر او الزبيب العادي الاصفر دي طريقة التشكيل التانية نحن هنشكله على شكل الواحي الجرانولة او اصابع الجرانولة هجيب ورق زبدة كده وفي صانية مستطيلة وهضغطه كده شكل مربع وهدخله في التلاجة او في الفريزر في التلاجة يعني لمدة نص الساعة هنلاقي تمسك ده كان ربع ساعة في الفريزر او اقل جميع تمسك وطلع بسهولة زي ما احنا شايفين كده مش قادر اوصف لكم قد ايه وطعمه رائع اه برضو اللي انا شكلتها اه وحطتها في التلاجة اللي هي على شكل مستطيل هطلعها بقى بعد ما تتميسه وهستمها برضو بسكينة او بمقطع على شكل اصابع اه عايز اقول لكم الاصابع الجرانولة اللي بتباع جاهزة طعمها وحش جدا جدا الطريقة دي بقى يعني مع انها سهلة كده ولا فرن ولا بيض ولا اي حاجة مكونات بسيطة زي ما احنا شايفين وبتطلع طعمها رائع جميلة جدا وزي ما انتو شايفين ما خدتش وقت خالص ولا مجهود طلعت من التلاجة بعد اه تقريبا نص ساعة وابتديت ان انا اقطعها كده بالمقطع طبعا ممكن بقى تاخدوا قطعة في الفطار مع فنجان القهوة فطار مشبع جدا جدا وصحي ومغزي حقيق يعني طعمها طحف اتمنى تجربوها وتبعتولي صور تطبيقاتكم اللي بتسعدني جدا على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان عاطف اه وححطلكم في صندوق الوصف كل فيديوهات ووصفات البسكوت والكوكيز الصحي اللي عملتها على القناة ياريت ما تنسوش اللايك وتشيروا الفيديو لو عجبكم وياريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل اول جرس عشان توصلوا كل اشعاراتي جديدة طبعا لو عايزانها بتطعم الشوكولاتة هتجيفوا معلقة من الكاكاة والخيم اشتركوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة